وعنوا يا با إنتوا ليش تحرجونه إنتوا ليش تسوون هذا العمل ترى إذا كررتوا رح نطردكم ليش ما يطردوهم يعني أنا ما دعرف هذه الحكومة التي تقول أنني أستند على الشعب وأستند على إرادة الشعب معقولة ما تقدر تطلع هاي القوات اللي هم كلهم 2500 واحد معقولة يعني ما يقدرون أنا لذلك حقيقة قبل قبل يمكن شهرين دعوتوا إلى ما يلي أولا أن تنفذ الحكومة العراقية هذا القرار اللي الآن ذكرنا القرار النيابي وهذا القرار ملزم سواء كان المكون الشيعي وحده يعني صوت عليه أو ويا الأكراد أو ويا السنة أو محد وياه بالنتيجة هذا قرار نيابي ملزم يجب على الحكومة العراقية كما نص على ذلك القرار إلغاء طلب المساعدة وطلب المساعدة طبعا هنا تسكب العبرات هي هاي المشكلة حقيقة استاذ نجيم يمكن كثير من العام العراقي ما مطلع على هذا اللي يسميه القرار النيابي يسميه إلغاء طلب المساعدة شنو هو طلب المساعدة؟ نعم قرار طلب المساعدة شنو هو؟ هناك هناك اتفاقية طبعا بوقتها كانت سرية كانت تحمل سري رقم 14-01-32-8 وقعتها حكومة السيد المالكي مع الجانب الأمريكي مع الإدارة الأمريكية في يوم 22 حزيران 20-14 خلع قرالك الجزء المادة الأولى اللي هي طبعا اللي هي الآن كل اللي يصير من تواجد القوات الأجنبية وتدخل القوات الأجنبية وما إلى ذلك بالاعتماد على هذه المادة ماذا تقول المادة؟ طبعا بالمناسبة احنا نعرف 31-12-21-11 خرج آخر جندي أمريكي محتن من الحراق عادة في 22 حزيران 20-14 بالاعتماد على هذه المذكرة التي وقعت بين الطرفين السفير الأمريكي في بغداد وقع عن الجانب الأمريكي والسيد هوشير زيباري وزير خارجية حكومة السيد المالكي اقرار المادة نعم عندما طلب المالكي من الإدارة أن تعيد قواته إلى الحراق الإدارة خلت شرق قالت احنا نرجع نرجع قواتنا بشرق شنو هو الشرق؟ أن تمنح القوات العائدة حسانة كاملة أي فورد النص التالي تمنح للأفراد العاملين الأمريكيين الامتيازات والإعفاءات والحسانات المساوية لتلك الممنوحة للموظفين الإداريين والتقنيين للبعثة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 61 والتي تسمح للموظفين الأمريكيين بدخول العراق والخروج منه المستصحبين للوثاق التعريفية الشخصية كذا كذا بعدين شي يقول هنا قضية السلاح أستاذ نجم يقول وأن يكون أفراد القوات المسلحة دول الأمريكان اللي رجعوا للعراق مخولين بارتداء الزي الرسمي أثناء أداء المهام الرسمية وحمل السلاح وحمل السلاح يعني لما يطلع الجند الدورية الأمريكية لما تطلع وياها سلاح هسا سلاح نحن نصور سلاح يعني مسدس لا سيد الكريم ومسدس يعني درون ويعني صواريخ سلاح يشمل حتى الطائرة والدبابة والبارجة والطلقة والرمانة كل شيء يشمل السلاح أخويا سيد نعم أستاذ حايدنا الدكتور نعم السعظيفة كان في الشيذات اسمح لي وبعد إذن للسيد حتى من طول عليه لذلك مجلس النواب طلب من الحكومة أن تلغي هذه هذه تلغيها صار لها تسعة سنين وما لغيتها ليش ما تلغيها